بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم يا جماعة أهلا بكم في قناة الورشة منورني ومشرفيني النهاردة هقدم لكم فكرة مشروع نجح جدا وخصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي في الفترة اللي احنا فيها دي بيعاني العالم كله من مشكلة انتشار الوباء المشهور طبعا لحضراتكم عارفينه ويبقى فيه ثقافة جديدة انتشرت عند الناس وهي موضوع المواد اللي بتستخدم لمرة واحدة زي مثلا الفكرة بتاعت مشروع النهاردة اللي انا نتكلم عليها وآآ اصبح دلوقتي فيه ثقافة فعلا منتشرة عند الناس اللي هي الحاجات اللي انا استخدمها مرة واحدة ومنها طبعا الاكواب اللي انتوا شايفينها قدامكم دي الكوبات الورق الكوبات الورق انتشرت في الفترة اللي احنا فيها دي قلنا بفعل انتشار فيروس كورونا ربنا سبحانه وتعالى ينجينا منه وينجيكم وينجي كل اللي بيسمع الفيديو ربنا فنظرا للعارض اللي بيمر بالناس في اليوم في الفترة دي انتشار انتشار كبير جدا الاستخدام زي ما قلنا طيب الفكرة بتاعت المشروع هي زي ما انت شايف كده هي عبارة عن مكانة المكانة دي بس كل الفكرة فيها انك توفر لها المادة الخام ومساحة تقريبا تلاتة متر فاربعة متر ومكان للعامل وكل حاجة بتعملها المكانة بتعملها زي ما انت شايف كده بشكل آلي او اوتوماتيك وما فيش اي تدخل بشري والفكرة كاملة يا جماعة زي ما انت شايفين كده هي بس انت بتوفر لها المادة الخام اللي هي عبارة عن ورق مقوة برضو بيجي لك جاهز يعني المكان اللي هتجيب منه المكانة هتجيب منه الورق او هتشوفه ممكن تحصل على الورق اللي بيصنع منه الكوبات اللي هي كوبات السفاري او كوبات الاستخدام الواحد دي من فين بالضبط وكمان ممكن تعرض منتجك وتعرض شغلك وزي ما اتفقنا انت مش هتحتاج حتى يد عاملة كتير يعني انت بس ممكن تشتغل على المكانة دي المكانة زي ما انت حضرتكم شايفين هي بتصنع الكوبات وكمان بتعمل بتوفر خدمة الدعاية انك ممكن تعمل الكوبات دي كمان مش هتشغلها بس كسفاري لا انت ممكن كمان تجيب جنبها مثلا حاجة او اسطنب الطباعة وتطبع الورق ده بس وده طبعا هيكون شيء جميل جدا يعني انت ممكن افكار التسويق كمان للكوبات دي مدام انت اللي بتصنعها ممكن مثلا تعمل افكار جديدة للتسويق بانك مثلا تتفق مع المحلات او الشركات اللي حواليك انك ممكن تصنع لها الكوبات دي بشكل خاص وكمان يكون مطبوع عليها اسم صاحب المكان ده او اسم المحل او اسم المكان اللي هو هيستخدم الكوبات دي سواء كان كان كوفشوب او كان محلات كبيرة او كان شركات يعني ده كمان هيبقى فكرة تسويقية جميلة جدا يعني انت بس مش هتصنع الكوباية بتاع السفاري انت كمان ممكن توفر انها تكون او يكون منتجة كمان كامل يعني بيوفر الطباعة وفي نفس الوقت بيوفر المنتج اللي هو الكوباية الورق دي ففي الحقيقة نهاردة الفيديو انا عاوز نوع على حاجتين ان احنا مش بنعرض الفكرة دي عشان انت هتعملها بس تبيح كوبات لا المشروع بتاعنا ومركب يعني انت كل اللي هتعمله هتجيب المكناة دي وكمان هتجيب السطنبا تطبع على الكوبايات دي اه بعد ما تطلع واذا كان فيه مكناة بتوفر الفكرة في مكناة واحدة ده يبكون شيء جميل جدا وبالتالي انت تقدر كده تشتغل في المجالين في تصنيع الكوبايات الورق اللي هي السفاري وكمان في عملية الدعاية والاعلان لان دي منتشرة كده كده وكتير مننا يعني بيحتاجها في اليوم الواحد اكتر من مر فهتكون طريق الدعاية كويسة وكمان هيكون مشروع مربح جدا 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 ليك لو انت بتحاول يعني تزود دخلك او معاك مبلغ من المال عاوز تستسمره بشكل كويس وشكل مضمون هتقول لي ازاي شكل مضمون هقول لك لان الوضع اللي احنا فيه بيحتم علينا حتى لو عندنا الاف المصنعين لنفس المنتج ده ولكن بيحتم علينا الطلب على السوق يا جماعة بان هو هيستوعب اي طلب ده بالعكس اذا انت ممكن تنزل تشري كمان الحاجات دي تلاقي فيها نقص رهيب جدا بسبب قلة المعروض وكسرة الطلب وبالتالي بتلاقي المنتج ده لو انت استغلت فيه نفس الفكرة اللي انا بقول عليها اللي هي انك مش بس تبيع الكوباية انك انت كمان تعمل عليها دعاية واعلان والله العظيم فكرة مربحة جدا والله لو انا فعلا يعني بفكر بشكل جدي جدا اعمل فكرة دي خصوصا الفكرة يعني مطلوبة في طلب الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي زي ما قلنا انت مش محتاج مساحة مكان اكتر من اربعة لخمسة متر طيب انا دلوقتي اتكلمتي كتير ويمكن حضراتكم بتزعالوا من كتر الكلام والراغي انا دلوقتي لو عاوز احصل على المكينة دي اعمل ايه المكينة دي لو انت كتبت على البحث بتاع جوجل ازاي اجيب مكنة السفالة هتلاقي اكتر من كذا شركة بتعرض نفس المكينة ولكن انا عاوز اقول لك على حاجة قبل ما تشتري المكينة شوف من المواصفات اللي موجودة وشوف هي بتطلع قد ايه في الدقيقة يعني نكز قوي وانت بتشتري شوف سرعة المكينة وبتطلع قد ايه في الدقيقة كمان قبل ما تفكر تشتري المكينة فكر في ازاي هتسوق المنتج بتاعك مشكلتنا مش في التصنيع بس مشكلتنا في التسويق ابدأ ادرس المجتمع اللي حواليك يستوعب قد ايه وابدأ يعني شوف بتتسوى ازاي خد لك لفة اتنين تلاتة اربعة كده في المنطقة اللي انت فيها او في المحافظة اللي انت فيها ويريد توسح كل ما توسح في موضوع التسويق التصنيع هيكون سهل انت النهاردة سألت على المكينة وعرفت التحصل عليها وجبت المكينة خلاص يبقى كده باقي معي موضوع التسويق لكن اوعد خلي موضوع التسويق بعد المكينة لانك هتخسر كتير لازم تدرس السوق اللي حواليك الاول لازم يكون عندك موزع شاطر يكون هو شغلته بس التسويق وتوزيع المنتج اللي انت بتوزعه ده زي ما قلت كمان رجاء اسأل على مكينة تكون بتعمل طباعة مش بس تكون اه يعني انت ممكن تشتري المادة الخامدي من شركة الدعاية ولكن الافضل ليك عشان يكون الربح بتاعك مضاعف ركز معي عشان يكون الربح بتاعك مضاعف لازم انت كمان اللي تكون بتطبع على الورق ده وتبدأ تسوأ له لو تبدأ تسوأ له الكوبايات دي على اساس انها كوبايات للدعاية مش بس كوبايات للشرب يعني بالطريقة دي انت مش محتاج بس تتبيحها للقفاهات مسلا لا ولا للمحلات السوبر ماركت والكلام ده لا ده انت فتحت سوق كبير فتحت سوق لاي حد عاوز يعمل دعاية لنفسه يعني كتير من اننا بنشوف دلوقتي الحمد لله فحتى في المساجد بعد انتشار موضوع كورونا اصبح كل كلدير موجود في المسجد جنبيه كوبايات من النوع ده فانت حتى لو حد عاوز يعمل دعاية لنفسه وبيوزع الكوبايات دي على المساجد او على الاماكن اللي فيها كلدرات او اللي بتتوفر فيها مية فانت عملت له دعاية ودعاية كويسة وتعتبر في نفس الوقت صدقة جارية ليه وكمان دعاية شغل دعاية معلش السوق مطلوب منه انه يستغل اي موقف خصوصا بتوع الدعاية والاعلان هيفهمه الكلام اللي انا بقوله ده لصالح عملية الدعاية فانت ممكن دلوقتي انا طب انا ليه مش هسيب الرابط مثلا شركة بتبيع لنا مش مستفيد حاجة انا مش سيب لك رابط ببيع المكينة لنا فعلا مش مستفيد حاجة وخصوصا ان سهل انك انت تبحث على الاماكن اللي بتبيع المكينات دي على الفيسبوك وعلى الجوجل ومتاحة دلوقتي لكن انا مش حاوز اقولك على نوع معين لكن زي بقولك ركز وانت بتشاري في سرعة المكينة وكمان حاول تعمل دعاية على الكوبايات اللي انت بتبيحها وشكرا لكم وشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة